اختتمت أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي أطلقتها مؤسسة شباب القادة وشهدت المسابقة منافسات بين الفرق المتقدمة بمشاركة مئة نشاط طلابي على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين على مدار يومين أقمت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية والتي تأتي انطلاقا من الاهتمام بتمكين الشباب للانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية من إسكندرية الأسوان جمعنا كل الأنشطة الطلابية من مختلف الجماعات بيتسبقوا في قطاع مهم جدا هو قطاع التصنيع والإنتاج في قطاع آخر مهم جدا هو قطاع البيئي اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم عليه دلوقتي عندنا كمان في قطاع اسمه نماذج المحاكاة فعندنا شباب بتتكلم عن نماذج محاكاة الحكومة المصرية بتتكلم عن نماذج المجلس النواب والشيوخ والمحليات وكمان عن ملف مهم جدا هو ملف حقوق الإنسان فلما يبقى شبابنا عارف إحنا حقوقنا إيه ويبقى بره يبقى عارف أن المجودات المحترمة للشباب بتعملها داخل الجماعات في ملف حقول إنسان هو دي الغرض الرئيسي من المسابقة الخمسمية نشاط طلابي دول في مدى الشهور اللي فاتوا مروا بفلتريشن بروسس طويلة شوية عشان يوصلوا لمية نشاط طلابي النهاردة موجودين بيتنافسوا مع بعض على المراكز الأولى عندنا ست مجالات مختلفة للأنشطة بتتنافس فيها عشان يقدروا يكسبوا الجوائز المادية والتدريبات على مدار السنة القيادة هي مش بس أشخاص هي أشخاص وكاركتريستيكس وصفات موجودة في الأشخاص وصفات موجودة في البزنس أو العمل اللي هم بيعملوه سواء العمل ده عمل بأجر أو عمل تطوعي أنا برضو بحب أثني على العمل التطوعي إن العمل التطوعي في أحيان كتيرا بيكون مسئوليته أكبر من المسئولية بتاعة العمل العادي اللي إحنا بيشتغله فيه شركتنا المصابقة شهادت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة بمشاركة مائة نشاطا طلابيا على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين وذلك في ستة مجالات رئيسية تتمثل فيه التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا إلى جانب نماذج المحكاة والتصنيع والإنتاج ومجال البيئة ويل اف من أكبر التجامعات الطلبية واللي في عام مساعدة الطلاب بطريقة مختلفة ومديدة فعشان كده احنا شاكم فيها احنا الكلاب بتاعنا ليه رسالة ان هو يساعد الناس اللي ليهم أفكار من ناحية انهم يعملوا مشاريع وستارتابس ليهم ان احنا بنساعدهم عن طريق أول بروجرام لنا اللي هو ستيب وان احنا تيم هدفه ان احنا نريفايف الاندستري عن دراف مصر ان احنا يعني ننمي الصناعة السيارات عن دراف مصر اللي صناعة عن دراف مصر مش أحسن حاجة فبنحاول ان احنا نحسن الموضوع ده ونزود الصناعة السيارات عن دراف مصر ونعرف الناس بيها احنا البروجر بتاعنا السنة دي هيكون ان احنا بنعمل زي روبوت او حاجة بتحاول ان هي تحصد المحاصيل بقل تكلفة وبرضو بتحاول تحسن الجودة بتاعت الاستصلاح الزراعي في نفس الوقت يأتي تنظيم هذه المسابقة انطلاقا من الإيمان بقدرة الشباب على التفكير الإبداعي وتخطيط وتنفيذ المشروعات الخدمية في المجالات المختلفة وهو ما يعد هدفا اساسيا لمؤسسة شباب القاضة جرمين ابراهيم التلفزيون المصري